شباب صبايا اهلا وسهلا فيكم اليوم بدنا نحكي على افضل ساعة الاسباحة بالبحر او الغطس فاذا انت بتحبها الموضوع فهيدا الفيديو لعلك لا تنسوني بدعمكم بلاي وسبسكرايب واذا عندك اي كومنت ترقليها تحت وخلينا نبلش الفيديو بهذه الساعة المكي 2 هي من غارمن طبعا من اهم الساعات طلعوا لبرايس تعولها عم نحكي على سعر 1299 دوار ستارتنج طبعا اكيد الكواليد تعولها وشكلها شوفوا الازرع اللي حواليها رائع جدا على فكرة كتير مميزة الساعة شكلها مميز جدا ورائع طبعا تذكروا انه الابليكيشن بتسعملها اسمه دايف اب فيه شغلة بس كتير مهمة اللي هي الكيس سايز بيقال من دائما لما بتسمع فينيكس سيكس يعني هاي دي لارج اوكي اذا بدك الاكس لارج فبيكون في قدام اكس فعندك الاس وعندك ولا شي وعندك الاكس فالاس هي السمول اللي بيستعملوها البنات او بيستعملوها اشخاص شباب اللي ما بيحب الساعة كتير كبير بيحبها صغيرة فبيستعمل هاي دا اللي هو الاس اوكي سو هون عنا تذكروا عن النوعين اللي هو الفورتي ثري مليميتر اللي هي هاي اللي هي ام كي تو اس مثل ما كون شايفين وفيه عنا اللي هي الفيفتي تو مليميتر اوكي سو بتختاري اللي بدك ياه هلأ في شغلة كتير مهمة بهاي الساعة طب هايدي الساعة شو بتميزك انه فيه شي اسمول ترانزميتر تي وون ترانزميتر هاي دا ترانزميتر شو بيعمل بتتبع انفاسك يعني مثلا بقولوا بجهاز الغوص برائب خمس خزانات بمستوى خمس خزانات عندك وفيه تقنية اللي هي الساب ويف اللي هي تقنية السونار اللي بيستعملوها تحت الماي اوكي هاي دي بتعطيك مسافة عشرة متر عم نحكي اذا انت مثلا حواليك اشخاص وبدك ترقب لهم المستوى الغوص عندهم او ضغط الخزان عنده او قداش فيه مستوى الهوى المتبقي بالخزان عنده او معدل السهلاك الهوى اللي عنده فكلو بترقبوا عن طريق هاي دي الاطعة اللي اسمت تي وون ترانزميتر سو بهاي دي الاطعة مميزة انه عشرة متر حتالي عشرة متر كتير قليل يعني او خفيفة يعني لأ هني قبل كانوا بوون ميتر عم نحكي يعني انت المتمد ايدك شوي يمكن تقطع لانه تعرف موصوله هي عن طريق الساعة فاذا مدت ايدك بصير وون ميتر سبيس عن الضغط لورا او القطع لموصوله وراك فبصير بتروح السيجنال هلا عملوه عشرة متر مشان ترائب عدة اشخاص يعني انا نفترض اذا انت عندك ابنك او حدا من اصدقائك عطيته هاي دي الاطعة ركبت له ايها طبعا اطعها بحدود 250 دولار او 300 دولار ما مذكر سعره بس هاي دي الاطعة فيك تاخدت تركب له ايها على التانك تعوله وتركبها معك على التانك وتركب على التانك التاني لشخص صديق لقلك وبتصير بترائب انت لكل شخص قديش ضغط الخزان عنده الهواء المطبقي عنده معدل استهلاكه للهواء وهالقصص هي كل هاته والشغل الاجمل از انت كمان مدرب للغوص يعني فيك تركب للاشخاص اللي بدت نزلهم معك للغوص مشان تشوف مستوياتهم عن طريق الساعة فهيدي الشي اللي مميز عنده لهيدي الساعة هيدي الساعة بتجمع لك شغلتين مع بعض شغلتين مهمين غارمين هاي اللي بقيدي ساعة عم تعدد للوظائف يعني هي مخصصة لكل انوار الرياضة السباحة بتعطيك تفاصيل بسباحة الرننغ بتعطيك اللي بيحبه قلبك بموضوع الرننغ بالهايكينج بالسكي بالغولف تفاصيل يلي ما بتشوفها باي ساعة موجودة بهيدي الساعة الفينيكس بس مخصصة للرياضة هون لأ هون مخصصة للرياضة والغطس وطبعا عندك شي اسمه فيك تحصل على أوضاع غطس متعدل الغوص بالغاز الفردي ومتعدد طبعا النايتروكس والتري ماكس والغياس وتوقف تنفس وانقطاع النفس واعادة النفس وهالقصص هاي كليات بتحسب لك ياهون فيك تضيف شاشات تانية بالساعة نفسها مشان تحصل على أشكال وأشياء معينة أو تفاصيل أكتر بالساعة انواع من الساتيلايت مشان تعمل تراكينج انت وين موجود على بالبحر وين نازل واي موقع وين كنت وكل هالمعلومات هاي بتخزنها بالأبليكيشن اللي هي المخصصة فيها اللي هي غارمن دايف اللي تركوا عليها وفيك طبعا ابتو 200 دايف يعني فيك على 200 غطسة وأكيد طبعا فيك تروح على امريتش طبعا اللي هي بيرنج مع ساتيلايت كومنيكيشن مشان تتصل مع اشخاص معينين تقول اذا صار معك اي حالات امرجنسي طبعا بتورجيك الفي او تو ماكس أكيد طبعا في عندها تفاصيل تكنولوجي اللي هي البيس برو او اذا حبيت تركت تعمل رياضة لسبورتس كل شي تفاصيل مثل هايدي هون عبورجوكو انه هي فعليا مثل ساعة القارمن فينيكس العادية او ال745 او ال945 نفس تفاصيل كل شي بالتكنولوجي بالسبورت بالانيميشن باي تفاصيل بدكيها وفي عندنا اللي هو الابي سي سنسر يلي هو مخصص لا الارتفاعات والضغط الجو وكمان اكيد اللي هي البوسلي فمسميه اي بي سي اوكي طبعا بتحسبلك قديش انت النومك والريكووري تايم وهالاساس هايك اللي اعطال اللي حكينا عليهم وفيه شغلة مميزة للاشخاص اللي بحبوا الغطس يلي هي انه بيجي مع ستراب او سوار اطول بيجي طوله هيك بتصور يعني هيك طوله بها الطريقة هيدا هيك بيجي السوار كرمال شو كرمال لانه بتلبس انت تعول الغطس بتيجي كتير كبير على ايدك فمشان تقدر تلف الساعة مية بالمية تكون مشان تكون اخذ راحتك صح مية بالمية ما بيحط الصغير لانه اخرس بديد ادق على ايدك يعني بصير ديق على ايدك فهيدي التفاصيل اللي حبيت وضح الكنيان هيدا هو الموضوع اللي غطس اليوم غطسنا منيح فهيدي هي لا تنسوني بدعمكم بلايك وسبسكرايب واذا عندك اي كومنت تركيها تحت يعطيكم العافية وسلام اشتركوا في القناة